طلاب الأعزاء طلاب الأحباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في أحسن وأفضل حال معكم أنا الآن المعلمة قرام عراقي أعمل في مجال التربية الاجتماعية أود أن ألقي على مسامعكم الآن درس عن موضوع جميل وشيق جدا درس عن الصداقة طبعا كلنا نعيش مع من حولنا ونعرف أهمية تواجد الناس حولنا وبالأحرى تواجد الأصدقاء من هم الأصدقاء؟ وماذا يعني صديق؟ ومن هو الصديق؟ ومن هو ليس بصديق؟ تعالوا معا أولا أطلب منكم بتحضير دفتركم أو ورق وقلم والوان هذه الأدوات هي لازمة لنا لاستعمالها الآن من أجل أن ندون ما نقوم بتعلمه درسنا اليوم ماذا سنتعلم اليوم؟ سنتعلم الصداقة ما هي الصداقة؟ طبعا لو فكرنا قليلا سنجد ونعرف أن لدينا الكثير من الأصدقاء ولكن هل كل الأصدقاء هم أصدقاء؟ هيا نتعرف من هو الصديق ما معنى الصداقة؟ ما هي الصداقة؟ مميزات الأصدقاء؟ أقوال حول الصداقة وبالنهاية ستكوننا فعالية مشتركة معا سأبدأ هكذا سأستعرض لكم موقف أو مواجهة عندي صديق هو رفيق الطريق يتصرف دائما معي بما يليك وأنا أحبه جدا جدا وأصارحه بكل أسراري قلت له يوما هيا بنا نلعب بحديقة داري فلب النداء وجاء وقعت أثناء اللعبة وكانت إصابتي صعبة ترك كل شيء ونحوي رقد وساعدني لأقوم وأنهض وقال لي احذر يا صديقي قن قويا كما أعهدك يا رفيقي إذن هنا كيف نرى الصديق؟ من هو الصديق الحقيقي؟ كيف يتصرف معنا الصديق الحقيقي؟ كيف يتصرف معي؟ كنا نلعب معنا وقعته كيف يتصرف معي الصديق؟ هل يتركني ويكمل باللعب؟ أم يترك كل شيء ويترك اللعب ويترك المتعة ويرقد نحوي ويمد لي يده ويقول لي قم يا صديقي وانهض فأنت قوي ويقول قولا جميلا بحقي ويشجعني ويحفزني لأن أقوم وأن ألعب وأن أكمل معهم اللعب بكل ما أتيت من قوة ونشاط وأن أتغلب على الإصابة الصعبة صديقي يريدني معه قوي يريدني أن أرجع وأن أعود معه إلى اللعبة صديقي لا يريدني أن أكون ملقى على الأرض وأتألم أشعر بالألم ولدي صعوبة صديقي يساعدني إذن من هو الصديق الحقيقي؟ هو الصديق الذي ساعدني ولم يتركني في الأوقات الصعبة كيف تميز بين الصديق الحقيقي والصديق الغير حقيقي؟ ماذا يعني صديقي الحقيقي؟ هل هناك صديقي الحقيقي؟ نعم علينا التفريق ما بين الزملاء والأصدقاء كل من يتعلم معي وكل من هم حولي هم زملائي هم زملائي أقضي معهم أوقات كثيرة خلال اليوم ولكن صديقي يختلف صديقي أعرفه بمواقفه معي للصديق الكثير من المميزات سنتعرف عليها الآن خلال هذا الدرس فما هي مميزات كل منهما؟ كيف سأعرف من هو صديقي ومن هو ليس بصديقي؟ كيف أعرف؟ يعني قولوا شو هاي الخربطة اللي هسة لمعلمة بتعرضها أمامنا هل هناك صديق وهناك ليس بصديق؟ نعم هناك صديق ولهم مميزات علينا أن تعرف عليها الآن وهناك من هو ليس بصديقي؟ وعلي أن أعرف وعلي أن أعرف أن هذا الإنسان هو ليس بصديقي؟ وأن أتعرف على مميزاته ولماذا هو ليس بصديقي؟ لكي أحسن التصرف نحو كل منهما هيا نتعرف على بعض المواجهات سأستعرض أمامكم بعض المواجهات لنتعرف على الصديق الحقيقي من هو الصديق طبعا خلال حياتنا اليومية نمر بالكثير من المواقف وبالكثير من المواجهات وفي هذه المواقف وفي هذه التجارب التي نمر بها عبرها نستطيع أن نعرف من هو الصديق الحقيقي لنا عندما أتغيب عن المدرسة تغيبت عن المدرسة ماذا يفعل صديقي إذا هو فعلا كان صديق وكان يحبني ماذا يفعل صديقي عندما أتغيب عن المدرسة صديقي يسأل عني يتواصل معي يكتب لي يقول لي لماذا تغيبت اليوم عن المدرسة ما بك يا صديقي يطمئن علي يساعدني بحل الوظائف يقول لي خذ هذه الوظائف قامت المعلمة بتعليمنا المواد التالية خذها يساعدني يريدني أن أكون معهم لا يريدنا أن أخسر المواد يطمئن علي لأنني أنا مهم بالنسبة له في يوم من الأيام ذهبت إلى المدرسة ونسيت طعامي بالبيت عندما أنسى طعامي جلس جميع الأولاد بفرصة الأكل وكل طالب أخرج طعامه وبدأ بالأكل أما أنا فنسيت أكلي ماذا يفعل صديقي هل يتركني بدون أكل يتركني جائعا أبدا صديقه الحقيقي يقوم بقسم يقسم لي من طعامه يقططع من طعامه ويعطيني لكي يأكل حتى لا أظل جائعا حتى لا أشعر بالجوع خلال اليوم المتبقي عندما يتحدثون بسوء عني أمامه هناك مجموعة طلاب بجوز ما بحبوني بجوز ما برغبوني وقفوا مع بعضهم وبدأوا بالتحدث عني كلام غير لطيف بسوء صديقي الحقيقي ماذا يفعل هل يكمل معهم بالتحدث عني بسوء كيف إذا كان صديقي فكيف ذلك إذا كان صديقي ماذا سيفعل اسمت أنت وهو ويدافع عني ويقول في حق قولا حسنا ويقول في حق قولا طيبا ويدافع عني هذا هو صديقي صديقي في أحد المواقف أحد المواقف رأيته قد أخطأ في التصرف أو في السلوك أو في التعامل أنصحه أنصحه وأقول له أوجهه أقول له كيف عليها أن يتصرف صديقي الحقيقي عندما أنصحه ماذا يفعل يتقبل مني ويكون سعيدا أنني قمت بمساندته ويقوم سعيدا بأنني قمت بمساعدته وأنني فعلا أعطيته النصيحة المفيدة له مش بكل حل عني أنت ونصيحتك بديش أسمعك لا بالعكس يكون جدا مهم له أنه يسمعني ويأخذ مني ويسمع رأيي لأنه كمان في ثقة متبادلة مبانة فإذا كانت هذه الثقة موجودة فهو فعلا صديقي ويتقبل مني عندما يغضب مني المعلم قمت بالتصرف قمت بصرفات غير لائقة بالحسة أو أنني لم أقم بحل الوظيفة المعلم غضب مني غضب مني المعلم وقام بتوبيخي وبخني المعلم ماذا يفعل صديقي صديقي أو صديقتي ماذا يفعلون هل يضحكون علي هل يستهترون هل يقولون لا شأن لنا العكس صديقي إذا أراد مصلحتي وأراد الفائدة لي ماذا يفعل يفسر لي سبب غضب المعلم عندما تنتهي الحسة يأخذني جانبا ويقول لي يا صديقي يا رفيقي أنت لم تكن بحل الوظائف المنزلية اليوم قم بحل الوظائف وكون الأفضل بالصف حتى يكون المعلم راد عنك وراد عن تصرفاتك يفسر لي لماذا غضب من المعلم حتى يحسن ويعدل من سلوكي الذي كان خطأ لا يبقيني على الخطأ ولا يكون مصرورا أو سعيدا إذا أنا بقيت في هذا الخطأ بالعكس يفسر لي حتى أتخطى هذه الصعوبة تشجرت مع أحد زملائي ماذا يفعل صديقي كان هناك شجار بيني وبين أحد الزملاء تشجرنا معا ماذا يفعل صديقي هل صديقي يجعلني أكمل الشجار مع أصدقائي أو مع زملائي أم يقف جانبا ويبعدني عن هذا الشجار ويقف معي ويقول لي أنا أحبك وأنا أحب مصلحتك قف وتوقف عن هذا الشجار ويدافع عني أمام أصدقائي ويساندني وينصحني بما هو صحيح وبما هو خير هذا هو صديقي صديقي أراد مني أن أفعل شيئا طلب مني أن أقوم لأغلق باب الصف ونحن جالسون لم أقم ماذا يفعل هل يترك صداقتي إذا لم أنفذ ما يطلبه مني ماذا علي أن أفعل ماذا عليها أن يفعل هل يتركني هل يتخلى عني لا بالعكس يضع لي المبررات يعذرني يحترم رأيه يحترم رأيه يطلب مني غرض معين لم أعطيه إياه لم أفعل ما هو أراد مني يحترم رأيه ويقول لي أنا أحترم رأيك ويحترم رأيه من قلبه من قلبه من أعماقه وليس فقط مجرد شكليات صديقي إذا لم أنفذ ما هو يريده مني لا يتركني ولا يتخلى عن صداقتي صديقي على العكس يستمر في مساندتي ويحترم رأيه وعندما أمرد مردت ماذا يفعل صديقي طبعاً عندما نتحدث عن المرض نحن نتحدث عن ألم وعن صعوبة وبهذه الظروف نحن نحتاج لمن يساندنا ولمن يقول لنا قولاً جميلاً ماذا يفعل صديقي صديقي يسأل عني ويزورني إذا أمكن إذا تمكن من زيارتي وكان الظروف تسمح يزورني وإذا لا يسأل عني يهاتفني يتصل بي يكتب لي يطمئن علي يطمئن على صحتي لأنني مهم عند صديقي ولأنني مهم فمن المهم أيضاً أن أكون بصحة جيدة يطمئن على صحتي هذا هو صديقي وهذه هي مميزات الأصدقاء في معظم المواجهات وفي معظم المواقف هذه بعض المواقف أنا استعرضت أمامكم بعض المواقف التي نواجهها في حياتنا اليومية ولكن هناك الكثير من المواقف الأخرى التي نواجهها أيضاً ومن خلالها نستطيع أن نعرف من هو الصديق الحقيقي الصديق الذي يكون له صديق والذي يكون له دور إيجابي ودور محبب ودور لطيف في حياتنا ودور مفيد في حياتنا دوره دائماً إيجابي الصديق هذا هو الصديق فلنتحدث قليلاً عن الصداقة وماذا قالوا عن الصداقة الصديق وقت الضيق يعني عندما أكون في ضيق وعندما أكون في أزمة وعندما أكون في مشكلة أول من أجده معه هو صديقي هو صديقي الصداقة كالمظلة تعرفون ما هي المظلة الصداقة كالمظلة هي؟ الضيق التي نحملها بالمطر كلما اشتد المطر كلما زادت الحاجة إليها يعني ماذا نحمل المظلة عندما يكون المطر غزيراً وكلما كان المطر غزيراً أكثر نكون بحاجة لهذه المظلة أكثر وأكثر وهذا هو الصديق كلما اشتدت الظروف علينا وكانت أكثر قصوة وأكثر صعوبة نحن نكون بحاجة لهذا الصديق أكثر وأكثر نحتاج صديقنا وقت الشدة ووقت الصعوبة الرفيق قبل الطريق هذا قاول نستعمله كثيرا علي أن أختار رفيقي قبل أن أختار طريقي اختيار الرفيق يسهل علي الطريق والرفيق الطيب والرفيق الحسن يساعدني ويساعدني في الطريق إذا كنت تملك أصدقاء صدقني فأنت غني لست بحاجة إلى شيء إذا كنت تملك أصدقاء فعلا هم حقيقيون المرء بخليله أيضا ومن جانب آخر الخليل هو الصديق طبعا المرء بخليل المرء هو الإنسان الإنسان بصديقه ماذا يعني؟ يعني أيضا إذا كان صديقك هو صديق حسن وطيب فالكل سيعرفك إذا أنت كنت صديقا لهذا الإنسان فالكل سيعرفك حسب صفات صديقك فأنت أيضا حسن وطيب إذا كان صديقك مشاغب وتصرفاته سيئة أيضا سيعرفك الجميع بأنك مثله مشاغب وتصرفاتك سيئة المرء يقاس بخليله الإنسان يقاس بصديقه الصداقة الحقيقية هي التي يشترك فيها العقل والقلب والضمير لأن الصداقة هي عبارة عن علاقة وطيبة وجميلة وهذه العلاقة حتى نحافظ عليها وتستمر يجب أن يكون المحرك لها والدينامو لها هو العقل والقلب والضمير قل لي من تصاحب أكل لك من أنت بالضبط مثل المثل القبل الأخير عندما أعرف أصدقائك أعرف من أنت تكون أعرف من تكون عندما أعرف أصدقائك إذا كانوا أصدقائك جيدون فأنت جيد مثلهم وإذا كان أصدقائك سيئون فأنت سيئ مثلهم هكذا تقاس وهكذا يقاس المرء وهكذا يقاس الصديق تمرين صغير فلنتدرب قليلا لنكمل ما تعلمناه عن الصديق هناك أمامكم جدول أنصحكم بأن تحملوا ورقة أو تحملوا دفتر ممكن أن تكون ورقة هنا وأن ترسموا هذا الجدول جدول بسيط جدول صغير هنا نكتب صديقي وهنا نكتب ليس صديقي على هذا النحو صديقي وليس صديقي بالضبط كما هو أمامكم بالجدول وهذه الصفات أمامكم عليكم أن تكتبوها الآن وأن تصنفوها بالجدول عندما نتعرف على هذه المميزات سنعرف إذا هذه المميزات هي مميزات لمن هو صديقي أو هي مميزات لمن هو ليس صديقي ولو يسهل عليكم هكذا ممكن أن نبني الجدول بهذا الشكل ولو يسهل عليكم رأيطم سأقوم باستعراض هذا الجدول سنقوم بحله معا على اللوح سأبدأ هنا على اليمين سألسق صديقي وهنا ليس صديقي من هو صديقي ومن هو ليس صديقي العبارات بجانب الجدول مكتوبة هنا في بطاقات سأباثرها قد لا تقوم بنفس الترتيب بعض أردتم ممكن أيضا أن تقوم بنفس الترتيب العبارة التي سأسحبها سنتعلمها معا إذا كانت هي تتبع لصديقي أو تتبع ليس صديقي يساعدني من الذي يساعدني صديقي أم ليس صديقي إذا تساعدني إذن هو نعم صديقي صديقي يساعدني إذن يساعدني هو صديقي يتهرب مني وقت الشدة وقت الصعوبة وقت ما أحتاجه ما بلقي بتهرب مني بهرب مني هذا صديقي أبدا أبدا هذا ليس صديقي إذن نكتبها هنا تحت عنوان ليس صديقي بإمكانكم أيضا أن تفعلوا مثل ما أفعل أن تحلوا الموضوع بطريقة البطاقات أيضا طريقة إضافية عن الجدول يضايقني دائما ليس فقط لمرة واحدة عفوا لم تكن مقصودة وإنما دائما وتعمدت أن أكتب لكم دائما لماذا دائما؟ لأن الذي يضايقني دائما ويتعمد بمضايقتي هو أبدا ليس صديقي صديقي لا يضايقني يضايقني دائما إذن هو صديقي أم ليس صديقي؟ معلوم ليس صديقي ينصحني عندما أخطئ لا يتركني للخطاء يكون بنصيحة ينصحني ويوجهني ويقول لي ما خطأي وما صوابي ينصحني يعطينا النصيحة المفيدة والمثيرة والمثرية لي من هو؟ هل هو صديقي؟ أم ليس صديقي؟ نعم إنه صديقي صادق وصريح معي صادق وصريح معي دائما هو صادق معي يقول لي الصدق ويصارحني دائما بكل ما عنده ولا يخبئ علي المشاعر مكشوفة والأفقار مكشوفة بيننا هناك ثقة متبادلة من هذه الصراحة ومن هذا الصدق إذن هو صديقي صديقي يتحدث عني بسوء عندما يجلس في مجلس بعيد عني يتحدث عني بأقوال وألفاظ ليست بجيدة يتحدث عني بشكل سيء هل هو صديقي؟ هل من الممكن أن يكون صديقي هكذا يتحدث عني بطريقة غير لطيفة وغير جميلة؟ أبدا من يتحدث عني بسوء هو ليس صديقي من يتحدث عني بسوء هو ليس صديقي لا يتقبل نصيحتي عندما أنصحه أنا لا يتقبل مني لا يريد مني ننصحه إذا لم يتقبل نصيحتي هل هو صديقي؟ أبدا هو ليس صديقي من لا يتقبل نصيحتي ولا يتقبل كلامي معه وتوجيهي له إذا هو لا يتقبلني إذا هو ليس صديقي يشاركني أسراره عندما نتحدث عن الأسرار نحن نتحدث عن أمور ليست مكشوفة للملأ ليست مكشوفة للناس لا يعرفها أحد وهذه الأمور تكون عادة جدا حساسة وليست قابلة لأن يعرفها أي أحد فمن هو ذلك الأمين الذي بإمكاني أن أخبئ أسراري معه؟ هو فقط صديقي يشاركني أسراره؟ إذا هو يثق بي إذا هو فعلا صديقي وإذا لم أفعل ما يريده مني ماذا قلنا؟ قبل قلنا يحترم رأيي ولكن إذا طرقني يتركني إذا لم أفعل ما يريد إذا طرقني إذا هو من الأساس ليس صديقي يتقبلني بكل ما عندي من سيئات ومن حسنات إذا كانت لي بعض من الصفات السيئة ينصحني ويقوم بتعديلها ويساعدني ويساندني بتخطيها وإذا كانت تصرفاتي حسنة وجميلة ويفتخر بي ويساندني أيضا يتقبلني كما أنا وكيفما أنا إذا تقبلني كيفما أنا إذا هو صديقي وبعد أن كتبتم هذه الصفات طلاب الأعزاء طلاب الأعزاء ستكون لكم الصورة واضحة ما هي مميزات الصديق وما هي مميزات من هو ليس بصديق صديقي فلنعود أو فلنرجع مرة أخرى صديقي يساعدني ينصحني صادق وصريح معي يشاركني أسراره يتقبلني من هو ليس صديقي يتهرب مني وقت الشدة يضايقني دائما يتحدث عني بسوء لا يتقبل نصيحتي ويتركني إذا لم أفعل ما يريد إذن هذا ليس صديقي إذن تعالوا نفكر يتقبلني رغم سيئاتي ويشاركني مصاعبه يدعمني إذن هو هو صديقي إذن فلنكتب على هذا الخط صديقي يعرفني فقط عندما يحتاجني باقي المواقف لا يعرفني وعندما أحتاجه أنا لا أجده لا يقف معه لا يساندني لا يساعدني عندما أنا أحتاجه عندما أكون في صعوبة فقط عندما هو يكون في صعوبة يحتاجني إذن هذا صديقي أبدا هذا ليس صديقي إذن مميزات الصديق الصديق وفي يفي عنده صفة اسمها الوفاء مخلص لي وفي لي يحفظ أسراري يحفظ كل أفكار التي اشاركوا بها صديقي أمين صديقي أمين أأتى منه على كل ما عندي صديقي لا يفضح سري صديقي مخلص صديقي يحبني دائما ويتصرف معي بشكل جدا جميل ولطيف ويريد لي الأفضل هو مخلص لي صديقي صادق لا يكذب علي هو شفاف أمامي هو صريح معي هو صادق معي ولا يكذب علي صديقي يتقبل يتقبل مني يتقبل مني نصيحتي يتقبلني أنا بكل ما عندي يتقبل سيئاتي يتقبل حسناتي صديقي يساعدني يساعدني دائما صديقي عندما أحتاجه وعندما أيضا لا أحتاجه صديقي يساعدني ولكن لي هنا مرور أيضا طلابي وأصدقاء العزاء طبعا هذا ما يفعله صديقي من أجله وما هي مسؤولياتي أنا أمام صديقي ما هي مسؤوليتي الصداقة طلاب الأعزاء هي مسؤولية كل ما ذكرناه من مميزات الصديق هي مسؤولية هي واجبنا أيضا واجباتي أنا أمام صديقي أيضا تحتم علي أن أكون مسؤولا عن كل هذه المميزات أيضا صديقي يحتاج مني هذه المميزات يجب عليها أن تكون متبادلة ليست فقط من طرف واحد إذا كانت من طرف واحد فهذه صداقة أبدا لن تنجح وإذا فعلا أردنا أن تكون هذه صداقة ناجحة فعليها أن تكون متبادلة من الطرفين هناك مسؤولية تقع على عاطقنا أمام أصدقائنا في أن نكون كل ما ذكر من هذه المميزات نساعد أو فياء مناء مخلصين صادقين تقبل علينا أن نبدي مسؤولية أمام أصدقائنا وأيضا صداقتنا عليها أن تكون محاطة ومعنونة بالاحترام إذا كان هناك احترام ما بين الأصدقاء فعلا فإن الصداقة تستمر ولا تزول أبدا لن تزول إذا كانت هذه صداقة محاطة بالاحترام لا يمكن لي أن لا أحترم صديقي صديقي أنا أحترمه وهو يحترمني أحترم رأيه أحترم نصيحته أحترم كل ما عنده وهو أيضا يحترمني ويحترم كل ما عندي وصديقي رغم الإختلافات بيننا لا يمكن أن يكون هناك أصدقاء متشابهين بكل صفاتهم ومميزاتهم نحن نعلم نعلم ونعي ونعرف أن هناك دائما بين الأفراد وبين الناس اختلافات كثيرة ليس هناك إنسان كأخي الإنسان أو مثل أي إنسان يعرفه ليس هناك من هم من الأفراد متشابهين بكل شيء من الطبيعي ومن الوارد جدا أن تكون هناك الكثير من الاختلافات بين الإخوة وبين الأصدقاء صديقي رغم الاختلاف يتقبلني يتقبلني ويصادقني ويكون سعيدا برقة إذن هذه ثلاث أسس وثلاث ركائز جدا مهمة علينا أن نبديها أمام أصدقائنا هي مسؤوليتنا وهي تقبلنا لاختلافاتهم وهي احترامنا لهم سألصقها هنا أيضا على اللوح لتكون أمامكم حتى لا تنسوها وأنصحكم أيضا بأن تسجلوها في دفتركم وفي مدوناتكم مسؤولية سألصقها وإختلاف وإحترام مسؤولية اختلاف وإحترام وبنهاية درسنا طلاب العزاء أطلب منكم أن تكتبوا رسالة جميلة تقومون بتزيينها بأجمل الألوان رسالة لصديق تحبه تحدثه من خلالها عن معنى الصداقة الحقيقية كما تعلمتوها اليوم فأنتم تعرفون اليوم ما هي مميزات الصديق الحقيقي وإذا كنتم ترغبون في أن تقولوا لصديقكم الذي تحبونه قولا جميلا أو تريدون أن تحادثوها أو أن تكتبوا له ما يروق لكم فبإمكانكم أن تفعلوا هذا اكتبوا رسالة لأحد الأصدقاء وقوموا ببعثها له ليسمع منكم وليكتب لكم ولأيضا اطلبوا منهم أن يرجع لكم الرسالة لتروا ماذا أنت تعني له وليرى هو ماذا هو يعني لك عبروا عن ما بداخلكم عن معاني الصداقة واكتبوها لأصدقائكم وشاركوهم بها فعلا ليس هناك أجمل من صداقة حقيقية يحظى بها ويفوز بها الإنسان في حياته وأتمنى أن تكونوا أنتم وأصدقائكم خير الأصدقاء وأجمل الأصدقاء فليس هناك أجمل مرة أخرى من الصداقة إذا كانت فعلا حقيقية أتمنى لكم أن تكونوا فعلا قد استفدتم من هذا الدرس عن الصداقة ومميزات الصداقة والقيم التي تحملها الصداقة بثناياها وبمعانيها وأتمنى لكم دائما كل خيرا ومحبة طلاب الأعزاء وشكرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته